مرحبا أصدقائي الحلوين أهلا وسهلا بكم برنامجنا برنامج حروف وكلمات من قناتكم قناة شهاف الفضائية أصدقائي مثل معاولتكم كل يوم نتعلم كلمات جديدة بأحرف جديدة خلي نشوف أحرفنا دليل يوم شنو هنه أول حرف عدنا هو حرف القاف نجيد القاف ونخلي نقاط فوقه صار عدنا حرف القاف موجود زيان شنو الحرف الثاني اللي عدنا خلي نشوف عدنا حرف الراء نجيب الراء نخلي هم صديقتها القاف صار عدنا قاف وراء قاف وراء بقى حرفين خلي نجيب الثالث وهذا الحرف الثالث اللي هو حرف السين صار عدنا قاف وراء وسين بقى حرف واحد وأخير اللي هو حرف الألف خلي نجيب الألف هذا حرف الألف جبناه وصار عدنا قاف راء سين ألف زين يا أصدقائي هاي الأربع أحرف شنو ممكن نكون من كلمات تفكروا شوي أوياء بعد تفكروا أكثر بينما تفكرون خلي أجيب أول حرف من أول تلمة ونوق الرحروفنا اللي بالبدأ أول حرف يا أصدقائي هو حرف السين حرف السين هو أول حرف من أول تلمة عندنا زين شنو ممكن أن يكون الحرف الثاني حرف الألف هذا حرف الألف جبنا وخلينا يا مصديقة حرف السين زين صار عندنا سين وألف سين و ألف وين الأحرف الباقية القاف و الراء وين نخليهن وين نخليهن نجيب الراء ونخليه هنا هذا حرف الراء جبناه وخليناه هنا صار عدنا سين ألف راء بقى حرف واحد وأخير واللي كلكم تعرفوا المفروض شنو هو القاف صحيح خليناه جيب حرف القاف هذا حرف القاف جبناه وخليناه هنا ونخلي نقاطه فوقه زين صار عدنا كلمة سارق كلمة سارق واللي تعني الشخص اللي ياخذ أغراض مو إله يعني يسرقهم الله يبعدنا عنه وعنكم خلي نوخر هذا الكلمة ونشوف كلمتنا الثانية شنو هي عدنا قاف عدنا ألف عدنا سين عدنا راء شنو ممكن نرتب من كلمات خلي أجيب أول حرف من الكلمة الثانية أول حرف يا أصدقائي من كلمتنا الثانية اللي هو حرف القاف جبنا القاف وخلينا نقاطه فوقه زين صار عدنا القاف هنانا موجود بقى الأحرف الباقية شنو ممكن تكون قاف 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 خلي أجيب الحرف الثاني واشوفوا شنو هذا الحرف الثاني اللي هو الألف صار عدنا قاف وألف قاف وألف زين بعد حرفين اللي هنه راء سين سين راء سين راء 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 خلي أجيب الراء هنا وهذا الراء جبنا وخلينا هنا صار عدنا قاف وألف وراء بقى حرف السين صحيح خلي أجيب السين هذا حرف السين وصارت عدنا كلمة قارس كلمة قارس واللي تعني يا أصدقائي هو شديد البرودة أو البرد الشديد يقولون برد قارس زين صار عدنا قارس وعرفنا معناها شنو خلي نوخرها للكلمة الثانية ونشوف كلمتنا الأخيرة شنو هي زين أصدقائي أول حرف من كلمتنا الثالثة هو حرف القاف أيضا زين خلينا القاف وخلينا نقاطه فوق صار عدنا قاف وممكن أنه نجيب ويا حرفين فقط يعني تصير كلمتنا من ثلاث حروف أيضا أنتوا يقدرون نسوون كلمات ثلاث حروف حرفين من الأحرف الأربعة اللي كانت عدنا اليوم خلي نشوف هسا الحرف الثاني اللي عدنا هنا شنو هو شنو هو يا ترى شنو هو شنو هو الألف صحيح خلي أجيب الألف هذا الألف جبناه وخلينا هنا صار عدنا قاف وألف قاف وألف بقى حرف واحد سين لوراء سين لوراء السين صحيح هذا أجيب السين الحرف الأخير اللي عدنا هو حرف السين صارت عدنا كلمة كلمة قاسة شنو معناها؟ معناها يا أصدقائي يعني الشخص الذي قام بقياس شيء ما يعني قاس المتر أو قاس حجمه أو قاس مساحته صار عندنا كلمة قاس وعرفنا المعنى مالتها شنو هو خلي نوكر الكلمة ونشوفان وياكم شنو تعلمنا اليوم كانت عندنا حروفنا قاف، را، سين وألف الكلمات اللي تعلمناهن هن سارق قارس قاس أصدقائي مثل كل حلقة أطلب منكم كيفون الكلمات اللي تعلمناهن وترسموهن بألوان حلوة وترسلو لياهن على مواقع القناة اللي موجودة هنا أو إذا تعلمت كلمات جديدة من حرفين، من ثلاث أحرف، من أربع أحرف ترسلو لياهن أيضا حتى نتشاركوا المعلومات أنا راح أروح واشوفكم الحلقة الجاية وانتظروني بحلقة جديدة ومع السلامة اشتركوا في القناة